أن نبين بأن النساء ضحايا العنف وأنه لا بد من توقيف هذا العنف ولا بد من فجاد قانون يحمي النساء من العنف ويحمي النساء من التمييز في هذا الإطار لأنه نحن لا نقبل الآن لم يعد مقبولا العنف ولا التمييز ضد النساء باعتبار بأن هناك تغيير على مستوى الصياق السياسي الذي عرفه المغرب وخاصة فيما يتعلق بالكستور الذي هو السند في جعل أي حماية حقيقية للحريات الفرضية والجماعية ولم يعد مقبولا أي قانون يستند على التمييز يستند على اللامساوات يستند على اعتبار المرأة ليست مرأة وليست إنسان بل هي زوجة ولهذا لا بد من تغيير حتى الفلسفة لأنه نحن أمام هذا البرنامج وهذه السلسلة أمام البرنامج باعتبارها السلطة الشريعية التي هي المقول لها بسن قانون الذي عليه أن يحمي النساء من العنف سواء كان هذا العنف مرتكب داخل الفضاء العام أو الفضاء الخاص وإيجاد كل تدابير التي يمكن أن تحمي النساء من العنف وحماية النساء من التمييز خاصة أننا أمام سياق جديد الذي هو الدستور الذي لا باعتقلها للمواد التصدير للدستور ولا المواد التي تنص على الحماية للحقوق الفرضية والجماعية ونحن كذلك الآن أمام العهد الجديد في الاتفاقيات التي صدق عليها ولم يعد فقط التصديق والبن أصبح كذلك التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقيات القضاء على جميع أشكال التمييز ولا كذلك التفاقية لمناهضة التعذيب أي أن نحن في صياق جديد والآن لم يعد مقبولاً كأن يكون هناك قانون لا ليست هناك حماية حقيقية لأمن نساء واليوم يصادف ذكرى الإعلان العالمي للحقوق الإنسان 10 ديسمبر وكذلك أننا نصادف وكذلك الأسبوع الخاص بمناهضة العنف الحملة لمناهضة العنف ضد النساء هنا في هذه السلسلة ليست فقط المجتمع المدني أو الفاعلين أو النقبيين أو كل المكونات التي تداث عن فقط النساء بل النساء المعنفات هنا حاضرات لكي تقول يقلنا بأنه كفامي العنف إن حضوره من كل بقاع المغرب لكي يبينوا بأنه لم يعد مسكوتاً على هذه الوضعية ولم يعد مسكوتاً كذلك أن يبقى قانوناً يتميز بالتمييز المطلوب الآن على السلدة التشريعية أن تعيد نظرها بفلسفة جديدة ليست الفلسفة القديمة فلسفة التشريعية يجب أن ترى أن تأخذ بعين الاعتبار كل ما وصل إليه النضال الشعب المغربي ونضال كفاح الحركة النسائية المغربية باعتبارها تراكم ورصيد نضالي كافي الذي توضج بصدور هذا الدستور ولم يعد مقبولاً أن يكون هناك أن نعيش في قانون لا يحمي ولا وجود كذلك لتدابير التي هي مساعدة كذلك لحماية النساء